صرخ موسى في العبيد صرخ وغضب وجال وقال قولته بئس ما خلفتمون من بعد قالها اتعلق الألواح من بين يديه وأسرع إلى أخيه هارون وهو يستشيط غضبه وأمسك موسى هارون من شعر رأسه ولحيته وشده نحوه وهو يرتعش من قمة الغضب وقال لهارون يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري امر هذا الصلم الذي سجد له إنه بهذا قد اشترك معهم في الخطأ ولكن هارون يرد عليه قائلا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب وقال له كذلك بوهن وضعف يا ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل يا نعدان ولا تجعلني مع القوم الغضب نعم يا موسى إن هارون فعل معهم كل شيء وأخبرهم أن هذا عمل من عمل الشيطان ولقد نهاهم هارون ويا موسى عن عبادة هذا العشر ولكنهم لم يستمعونه وكادوا يقتلونه لولا فضل الله عليه أنت تعلم كيف يعامل هؤلاء العبيد أخاك هارون لقد ظل هارون يدعوهم بالليل وبالنهار فلم يزدهم دعاؤه إلا كفرا وإسرارا عليه لم يأبه به أحد ولم يسمعوا لكلامه أو يفكروا فيه لقد ظل القوم السبيل يا موسى بعد أن ذهبت لملاقات الله وأدرك موسى أنه ظلم هارون وأدرك أن هارون تصرف أفضل تصرف ممكن في هذه الظروف فترك رأس أخيه والتفت إلى قومه وقال لهم بغضب شديد كيف ظللتم الطريق وعبدتم هذا الصنم كيف تسجدون لصنم بعد أن عافاكم الله من عبادة الأوفان ألم تروا بأعينكم ما حدث لفرعون ولكل من عبده ولكل من سجد للأصنام ألم تدركوا بعقولكم وقلوبكم أن هذا ليس إلهكم لماذا لم تسمعوا قول هارون ألم تستطيعوا الصبر قليلا قد تعود قال يا أمي ألم يعدكم ربكم أفطاقوا أم أردتم إن الذنب كله يقع على السامري يا موسى لقد أضلهم وأخرج لهم العجل بعد أن صهر الذهب في الأفرام إنه سبب كل ذلك وغضب موسى أكثر بعد أن سمع كلام المرأة وقال في غضته لقومه إنها فتنة السامري يا موسى فقد أضلنا بعد أن هدان الله أين أنت يا سامري أخرج لنا لتخبر موسى بما فعل أخرج أيها الجبان من بين صفوف العبيد الذين أضللتهم بصنيعك أخرج لتواجه مصيرك لقد جاء وقت الحساب أخرج ولتجعل العجل يدافع عنك أخرج وتقدم موسى من السامري وقال له والغضب يأكله ما خطبك يا سامري سمحني يا موسى لقد نصرت بما لم يصر به فقضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها على الزهر وكذلك سولت دين الشي وأخبره السامري أنه رأى جبريل وهو يركب فرسه ورأى أنه كلما وضع فرس جبريل حافره على الأرض إلا ودبت فيه الحياة فأخذ السامري قطة رم من تحت قدم الفرس وسولت له نفسه قصة العجل فألقاها على الذهب فخرج العجل أضلاني الشيطرة مع موسى بعد أن هداه لله سامح يا موسى سامحي ودع ربك أن يسامحني على ما تضرمي ولكن موسى لم يسامح وقال له غاضبا قال فاذهب ترجمة نانسي قنقر أتوسل إليك يا موسى سامحني سامحني لا تدعو علي فإن دعوتك مستجابة ولكن موسى كان قد دعا عليه واستجاب له ربه وظل السامري بقية عمره وحيدا منبوذا لا يمسه أحد ولا يختلط به أحد من العبيد عقابا له على مسه ما لم ينبغي له مسه موسى موسى